جيش توتا الجمدين جداً قبل أي حاجة ما تنسوش تصلى على النبي عليها أفضل استلاة والسلام وما تنسوش تعملو اشتراك فقراتنا الاحتياطية أنيمي توتا وطبعاً فقراتنا الأساسية الملخص مع توتا وما تنسوش تحط اللايك الجميل ويلا بينا وقبل ما نبدأ أسفل وصوتي متغير فده لأني مريضة شوية ما تنسوش تدعوالي دعوة حلوة في كومنتات وبنكمل معه طارة لما جاب بتقول هي طارة نا إمتى هشح النفس تاني وتاني يوم بتكون في الشغل وزملتها بتطلب منها إنها تعرفة على هانوني وتكون صديقة لي وطبعاً هطاره بدت صدم وبتروح تاخد رأي أصحابها فبيقولوا لها ده هو على طول منعزل هو ما عندوش أصحابه وكل البنات بتخاف تقرب منه بس بيحبوا يبصولوا من بعيد لأنه جميل وجزداب فبيتقول فعلاً لأنها عمرها ما شايفت عنده أصدقاء فبيتقول مش مش مشكلة لو هي عايزة تبقى صديقته وبعدين إحنا مش متوعدين رسمياً فمش من حق يقرفوا طلبها وبتسأل عن رأيه لو عاوز يكون صدقات فبيقول لها أنه مش عاوز يكون عنده أصحاب لأن ده تضيع وقته ومشاعر وأكتر حاجة بيهتم بيها هي عيلتي وحبيبتي وبدلهم كل مشاعري واهتم بيهم وبيقول لها كفاية عندي شخص واحد أهتم لأمره وطبعاً بيكون قصده على هطاره ولما بتروح البيت بتفضل تفكر في الموضوع وبتكون خايفة لو رفض الطلب زملتها العلاقة اللي بينهم تتوتر فبتسأل أختها إيه للمفروض تعمله وإنها عاوزة طريقة ترد الطرفين بيها فبتقول لها أهم حاجة إنك تختار مين فيهم أهم بالنسبالك وترده فبتقول إنها هتقول لزملتها طلبك مرفوض وبتكون قاعدة سرحانة وهانوني بيقضي يتكلم معاها فبتقول له الجو برد هنا ولما بيكرروا يمشوا بيلاقوا باب السطح مفتوح فبيقول لها إيه رأيك ناخد جولة في السطح وفعلا بيدخله وبتكون فرحانة جدا وبيقول لها أنا مبسوط إن شايفك فرحانة وطبعا من شدة الهوى الباب بيتقفل وبيجوا يفتحوه بس بيقول لها إن هو تقفل فبتتخط بس بيقول لها ما تلاقيش إحنا معانا تلفنا وبتبعت رسالة لأصحابها إنها على السطحة لشان ييجوا ويفتحوا لها الباب وطبعا الجو بيكون برد عليها فبيكترح إن هو يديلها الجاكت بتاع بس هي بتقول له لأ طبعا وفعلا بيعمله كده وبتقول له إحنا هنموت من التلج لو محدش فتح لنا فبيقول لها ما تلاقيش أنا معاك وبيحاول يطمنها وبيسألها لو هنموت من البرد تحب تقوليلي إيه قبل ما نموت فبتقوله أنا ما بحب تشوفك متضايق وإنت أكتر شخص بتهتم بي وابتفاصيلي فبيقول لها خلاص ما تلاقيش أنا هروح لزميلتك في الشغل وقول لها بنفسي إني رافض أبقى صديق لها علشان ما يحصلش مشكلة ولا زعل بينكو وبتحس وقتها أنها ارتاحت لما هو حل الموضوع بكل بساطة كده فبتقول له لأ أنا اللي هقول لها بنفسي وبتقول أنا دلوقتي حسيت وعرفت أنا بقدر مشاعر مين أكتر وبيعودوا يتدفوا شوية وفجأة أصحابها بيدخلوا وبيدوروا عليها وصحابتها التانية بتقول لها غريبة الباب ما كانش مقفول أصلا فهنوني بيدحك وبيقول لها كونت عايزة تكلم معاكي لوحدنا شوية وبتروح تقول لزملتها أسفا مش خقدر عرفك علي وبتعرفها أن هم متوعدين فزملتها بتقول لها أنا اللي أسفا ما كنت شعرف أن هو حبيبك وأنا أعجبت بشكله لأنه شبه ممثل أنا بحبه جدا وبتورلها صورته وفجأة بتحس إنها بدأت غير علي وبتتكلم مع أصحابها فبيقول لها أكيد هو ده الحب طبعا فبتقول لهم يعني التفكير في شخص أكتر من أي حد غيره وهو ده الحب فبيقول لها أكيد وبيختروا لها دوم علشان هتخرج معها هنوني بكرة وفعلا بتروح له تاني يوم بشكل مختلف وبتقول له كنت سهرانة طول الليل علشان أكتب الخطة اللي هنعملها النهاردة وبتقول له أنا النهاردة بقى اللي هخرجك خروجها هتكون مختلفة بالنسبالك وبتاخده بتقول له يلا بينا وبيمشوا سوا وبتشوف أول حاجة السينما وبعدين الغداء وبيقول لها شكلك حلو جدا النهاردة المهم بتاخده على السينما وبيدخلوا فيلم رعب وبتكون قاعدة خايفة جدا حرفيا ونعمل اختيار فبيقول لها غمضي عينك في المشاهد الرعب وبعد ما بتخرج بتقول له أسفل إني مش متعودة تفرج على التصنيف ده المهم بعدها بيروحوا علشان يتغدوا وطبعا المحل الوحيد اللي اخترته بيكون مقفول فعلا ونعمل خروجها حرفيا ده حظي أنا المهم بياخدها وبيروحوا مطعم تاني كان نفسها تجربوا من زمان ويكونوا هم اللي اتنين مبسوطين جدا وبعدها بيروحوا يعملوا الشوبينج وبتدي له هدية علشان تكون ذكره لليوم ده وهو كمان بيجيب لها نفس الهدية وبيدحكوا على الصدفة دي وبتقول له الخروجة معاك حلوة قوي فبيفتجر كلام البت اللي كان بيحبها لأنها كانت بتقول له الخروجة معاك وحشة جدا وبعدها بيروحوا يعودوا شوية في الحديقة ودي بتكون أول ما كانت قابله فيه وبتقول له بس بعيدة شوية على الكافيه وبتسكن وهو بيعرف ان يومها كانت موجودة في الكافيه وشافت كل حاجة فبتقول له كنت قال أنا يومها عليك فبيقول لها أنا كنت محبط ومعرفش جيت هنا ازاي وبيمسك ايديها وبيقول لها انت بطلتي لأن من يوم ما شفتك وأنا سعيد وفجأة بيشدها قبل ما الكرة تيجي فيها وبياخد هو الضربة وبتفضل تفوقه شوية وبتطمن عليك وبتشكره ان هو وفداها بنفسه وبتقول له ما ينفعش ترمي نفسك في مخاطر علشاني فبيقول لها أنا حتى لو طيب وشاطر وجدع في الآخر كل بيسبني وبيفضلوا علي ناس تانية أنا مليش غير نفسي فبتتفاجئ وبتقول له لا مش صحي كلامك فيه ناس كتير هتوقف جنبك وأنا منهم أنا أكتر وقت بحبه هو الوقت اللي بكون فيه معاك لأنك شاطر في كل حاجة وكمان بتساعد المحتاج حتى مشاعرك معايا صدقه وبتقول له أنا بحبك يا هنوني وبتستغرب نفسها انها نطقتها فبيقول لها ياريت تكون دي الحقيقة فهوطر بتقول لنفسها أنا حسن بدأت أفهم مشاعري وشكرا لأنك معايا علشان وجودك هو اللي بيقويني وبتقول إنها لازم تستاعد وتخليه مبسوط من جواه لأن هو ده الحب الحقيقي وبتستحى تاني يوم تقول أنا بجد وقعت في الحب أنا عمون ما تخيلت إن أنا هحب بس لازم أعرف هنوني إن بحبه جدا وبتروح تقابله عند المحطة وبتكون لست هتقوله إنها بتحبه بس بتقوله مفيش حاجة وبتفتكر إنها كل مرة بتقول أول حرفين وبتسكت وبتروح على الشغل وبيقول المدير بيقولهم إن في حد جديد هيشتغل معاهم وبيطلع لحد ده صديقها من الاعداذي وده اللي صاحبتها كانت بتحبه وطلبت منها إنها تساعدها وبعدها بيجي يسلم عليها بعد الشغل وبيقول لها ما تخيلتش أشوفك بعد أربع سنين وبيفضل يتكلم كتير بس هي بتهرب منه وبتطلع تجري فبيغبط في البطل بتاعنا وبيمسك فيه وبيقوله انت مين علشان تجري وراها وبيعرفوا إن هو حبيبها وبيعتذر له وإن مجرد صديق قديم وبيمشي وهي بتقوله إن هو اشتغل معاها النهاردة فبيقول لها صدفة غريبة وبيروحوا سوا ويتاني يوم بيفضل يسألها على هانوني لو كانت عصب أو غار عليها فبيقوله لأ عادي وبعد الشغل بيكون مستنيها وبياخدها وبيمشي فبيقوله بتيجي تستنيني كل يوم بعد الشغل فيه حاجة ولا ايه فبيقول لها اللي شفته آخر مرة ألقني عليكي وبتعرف إن قصده على زملها وبيتطمن إن هو مش مدايقها فبيقوله إن هو شخص طيب جدا وبتقوله إن كل البنات كانت بتحبه في الإعدادة فبيقول لها طب وينسي فبيقوله لأ طبعا عمري ما فكرت فيه كده هو مجرد صديق أما هانوني فكل شوية ينطلع في الشغل ويرقبها من بعيد فبيتقوله انت بقيت بتيجي كتير قوي فبيتحرج وبيقول لها قاسف لو بزعجك وبيكون قدام زميلها وهي بتقول الأول كنت مبسوطة لإنك بتيجي علشان تشوفني بس دلوقتي فيه حاجة غريبة وبتفتكر صحبتها لما سمعت إشاع إنها بتحب حبيبها وبتحلم بيها كل شوية وإنها بتيجي تقول لها انت كدابة وبتقول إنها لازم تطمن على هانوني وتقوله إنها بتحبه وتاني يوم بيخرجه وبيقول لها أنا بكون مبسوط معاك جدا فبتقوله وأنا كمان وبيقول لها بقالك فترة محبطة قاسف لو بسببي لإني أوقات بكون متشدد فبتقوله هو أنت ليه دايما قلقان علي أنت اللي محبط قولي بس إيه اللي مديقك وباليش تدريه وراء بتسمتك دي وقبل ما الوقت يفوت أعرفني مشاعرك الحقيقة فبيقول لها معاك حق أنا مش قادر أشيل فكرة إن ممكن تقابلي شخص غيري حتى لو كان أحسن مني فبتشده على الشجرة وبتقوله معلش حصلان عاوزة أشحن وكمان بتقوله أنا لما تمنيت الحب اتمنيت يكون معاك أنت وما تقلاش من أي شخص تاني فبيقولها هطارو أنا بحبك جدا أكتر من أي حاجة في الدنيا وبعدها بتكرر إنها تصنع له كيكا بنفسها وتعترف له بحبها في يوم الفلانتين فزملتها بتيجي وهطارو بتقولها مش عارف أعمل أنهي وحدة فبتقولها عاملين معرض ممكن نروح وتشوفي وفعلا بيروحوا سوا والأخ ده بيجي معاهم كده رخامة وبعدها بتروح وبتجيب كل المكونات وبتقول إنها أول مرة تعملها بس لو طلعت وحشة هتاخد اللي اشترتها وبتروح تستنى من بدري بس بيبعت ليها رسالة إنها وهيتأخر ساعة كمان فبتتصل علشان تطمن عليه وبتسأله لو عنده مشكلة في البيت فبتسمع أصوات خبطه بيقول لها أوعدك إن أنا هاجي بس يا ريت تستنيني في البيت ولما أخلصت هكلمك بس هي بتكرر تروح له البيت وبتكون قلقانة بس بتلاقيه بالمنظر ده وكله شوكولاتة وكان يعني بيحاول يعمل لها كيكة بس فشلت فبتقوله ولا يهمك بس هو أنت بتحب الكيك أوي كده فبيقول لها لأ دي أول مرة بس كنت حابة بعملها علشانك عشان أفرحك وكمان بمناسبة الفالنتين كنت عاوز تديلك حاجة من صونعي أنا فبتفتكر إنها كمان حاولت تعمل كده فبتقوله أنا فهمك جدا وأنا هستعدك وتعالي نعملها سوا أنا كمان عاوز أعمل هيلك وبيقول لها إن هو بقاله إسبوع بيحاول فبتقوله أنا فخورة بيك جدا لأنك بتحاول تعمل كل حاجة وكفاية مجهودك علشان تفرحني أنا بحب ده جدا فبيبوصلها بحب كده وهي بتقوله إيه ده أنا قلت بحب وبتقوله أيوة أنا بحبك جدا وبيفضلوا يعملوها سوا وبيعودوا يستنوها تطلع فبتقوله هقولك على حاجة أنا لما كنت في الابتدائي كان فيه إشعة غريبة وهي إني معجبة بشخص صحبتي بتحبه بس دي كانت كذبة وأنا أنقرت ده بس أنا معرفتش أشرح الموضوع كويس لصحبتي وتقريبا كده أزدتها فبيقولها ودي اللي قصطت شعرك فبتقوله أيوة هي دي وسبب إني أجرب معاك الحب وحاول أفهم مشاعر الآخرين وفهمت معنى اللي حصل لها وقتها فبيقولها شكلك كنت بتحبي صحبتك دي جدا فبتقوله أنت خايف لحد فينا يتغير في يوم من الأيام فبيقول لها قبل معرفك كنت بيكل علشان أعيش بس بعد معرفتك حسيت وعلمتيني بطعمه وحلاوة الأكل وبيقولها أن الحب بيملك القوة لتغييرنا للأفضل وده اللي شفته معاكي والكيكا أخيرا بتطلع وبتطلع لزيزة جدا وبتقوله هبي فالانتين وبيعودوا يأكلوا وبتطلع له الهدية اللي جابتها وبتقوله أنا بحبك جدا فبياخدها وبيقولها شكرا ليكي وبيسألها أنت متأكدة أن الشعور اللي عندك ده هو الحب فبيقولها هو أكيد إحساس مختلف عن إحساسك بس اللي أنا حسي ده هو الحب بالنسبالي فبيقولها ده أنا اللي بحبك ونفسي أبقى معاكي طول الوقت ومش عايز أي حد غيري ولا حد يكون معايا ومش عايز أي حد يقرب منك غيري وإي أنا عاوز كده كلك على بعضك وفجأة بيسمعوا صوت وجدته بتدخل عليهم وطبعا بتتفاجئ بوجود هوتارو وبتصوت في وشهم وبتقوله ما كنتش عرف إنك بتجيب بنات البيت وكمان وأنا مش موجودة فهوتارو بتقولها ما عملناش حاجة والله إحنا كنا بنعمل كيكة مع بعض ولما بتشوف الكيكة بتصدقهم وهوتارو بتاخد بعضها وبتمشي وهانوني بيروح علشان يوصلها وبيعتذر عن اللي جدته قلته وهي بتقوله خلاص ارجع انت بقى وأنا هروح لوحدي فبيقول لها بس احنا لازم نقعد فترة وما نتكلمش فيها علشان تفكري كويس في مشاعرك اللي قلتها لي يا أم هتفكر في ايه ما قالت لك بحبك وخلصنا فالبنت يعني بترد عليه بخي بتأمل بس أنا ولسه هتقوله تاني إنها بتحبه فبيقولها صدقيني كده أحسن وبتاخد بعضها وبتمشي وهي في القطر بتلاقي رسالة منه وبيقول لها مش هنروح المدرسة ولا هناكل مع بعض لمدة كام يوم وتاني يوم بتروح الشغل ومش بيجي لها ولا حتى وهي مروحة وهي طبعا بتكون زعلينة حتى مش بيكلمها في التليفون وتاني يوم في المدرسة بتشوفه في الفصل بس برضو مش بيكلمها ولا حتى بيسلم عليها حتى وقت الغداء بتروح تاكل مع أصحابها اللي بيكونوا مستغربين لأنها المفروض تتغدى معا وبعد المدرسة بتروح لوحدها فأختها بتبعت لها علشان تجيب حاجات من السوبر ماركت وهي رجعة ولما بتروح بتقابل جدت هانوني وبيسلموا طبعا على بعض وهطارو بتعرفها على نفسها وبتعتذر لها على يوم الكيكا فبتقول لها ما تعتذريشي حبيبتي أنا اللي أسفة أخدت الموضوع جد قوي وبتشكرها لأنها اهتمت بيه لما كان تعبان وبتطلب منها إن هما يعودوا شوية مع بعض وبيروح يعودوا في الكافيه ويشربوا كاباتشينو وجدته بتطمن على حفظها وإن هطارو بنت كويسة وبتقول لها إن أبوه وأمه بيسفروا تطوع علشان يعالجوا الناس والأطفال اللي محتاجة اللي مش بيكون معاهم فلوس يشتروا العلاج بس للأسف بيساعدوا الآخرين وسايبين ابنهم وأنا اللي بعتني بيه منه هو صغير بس لما دخل السنوي قرر إنه هو يعيش لوحده بس أنا الفترة دي ملاحظة إنه هو تغير وبقى بيهتم بالأكل وأنواعه وبيعودوا مع بعض شوية ولما بتراوح بتلاقيه برضو مبعدش أي رسيل وبتكون متضايقة وحسة إنها لوحدها جدا فبتكرر تبعاتله رسالة بس بتمسحها تاني وبتبعاتله رسالة وبتقوله انت وحشتني جدا وبتحط التليفون جنبها وبتنام فبيرن عليها بالليل وبيقولها لسه شايف الرسالة بتاعتك وبيقولها أنا تحت بيتك ولما بتبص من البلكونة بتلاقيه فعلا وبيقولها أنا آسف خلاص بس أنا معاك مش هخليك توحشيني تاني فبتلبس وتنزل جاري علي وبتتريمي في حضنه كأنه لسه جاي من الصفر وبيعتذر لها إن هو بعد عنها الكام يوم دول وبتقوله انت كمان وحشتني جدا وبتقوله أنا متأكدة إن أنا بحبك يمكن ماكونش حبيبة مستلية بس تحبه إني أكون معاك حتى لو أفكارنا مختلفة وبتقوله يوم ما كنا بنعمل الكيكا أنا كنت فرحونة جدا ومش بس اليوم ده أنا كل مرة بشوفك فيها بكون فرحونة وسعيدة وبتقوله ما ظنش ندي البدايات أنا عاوز أكون معاك على طول وشاركك كل حياتي الحلوة والوحشة وبتقوله ممكن تقبل إنك ترتبط ببنت زي فبيعايت وبيقولها أنا للمفروض أقولك كده وبيضحك وبيقولها أنا كمان محتاج لك جدا وبحبك فوق ما تتخيلي وبياخدها في حضنه وبيكونوا مبسوطين جدا وبتقول خلاص إحنا كده من النهاردة بقين حبايب رسمي وبيضحك تاني يوم بيحضر الفطار وبيقعد يأكل وهطارو بتبعت له وبتصبح عليه وهو كمان بيصبح عليها وبتقوله إن من النهاردة أنا بقيت حبيبتك بجد فبيقولها أنا كمان بحبك وفرحانه مبسوط جدا معاك وبتقعد تحكي الأصحاب إن هما خلاص ارتبطوا وهما بيقولها مبروك وبيكونوا فرحانين لها فهطارو بتقولهم شكرا ليكم لأن انتوا اللي استاعدتوني وبتقولهم إن هما بقى على طول مع بعض وإن هانوني راح علشان يشتغل معاها لأنه عاوز يقضي معاها طول الوقت فصاحبتها بتقولها إزاي واحد ما عندوش خبرة في التعامل مع الناس هيقدر يشتغل في الكون سنتر المهم بيروح معاها الشغل فعلا وزملتها بتكون عايزة تتصور معاه بس هو بيرفض وحرفيا ما بيعملش أي حد كويس غير هو طارو والمدير بيشوفهم وهما مع بعض فبيعمل لهم اجتماع وكل واحد بياخد شغله وفي الآخر بينادي على هانوني وبيديله شغل كتير وبيقوله ما تخرجش من المغزن غير للضرورة وبيسأله لو هو طارو تبقى حبيبته فبيقوله أيوة فبيقوله طيب بلاش تبينه ده وانتوا في الشغل احنا جايين نشتغل مش نحبه فعلا بيروح يشتغل وزملتها بتقول تقر عليها ان من كتر حبهم لبعض اشتغلوا مع بعض ويزميل هطارو بيتكلم مع هانوني بس بيديله الوش الخشب وبيقوله اوعى تقرب من هطارو ولا حتى كأصحاب وبعدها بيروحوا سوا وبتسأله على علاقته مع المدير فبيقول لها كل حاجة هتبقى تمام وانت معايا فبتعرف ان في حاجة مش كويسة حصلت مع المدير وبيروح يعضوا في كفي وبتقوله لازم نتكلم شوية عن علاقتنا يعني لو في حاجة مش حابب اني اعملها لازم تعرفني او لو في حاجة ما دايقك لازم برضو تقولي عليها لاننا لازم نتفق على الحاجات اللي احنا عاوزين نعملها فبيقول لها حاجات مش عاوزك تعمليها وهي انك ما تتخليش عني خالص وتاني يوم بيخلصوا شغل بس المدير بيلاقي شغل ناقص وبيطلب من هطارو تعمله وطبعا بيكون كتير فزميلها كمان بيشتغلوا معاها والمدير بيشكرهم لانهم هينكزوه وفعلا بيقعدوا يشتغلوا مع بعض ولما بيخلصوا المدير بيتفاجئ وكمان لما بيعرف ان هانوني استعدهم وبيقول لهم ده لسه مستلم الشغل ازاي يتعلم بالسرعة زي فهطارو بتقول فحقه كلمتين حلوين علشان المدير يحبه فالمدير بيروح علشان يشكره عالشغل اللي عمله وبيديله مشروب مكافأة ولما بيلاقيه شايف شغله كويس بيعتذر منه على كلامه ليه اول مرة وبيقول له انا استغربت انك جيت تشتغل هنا لانه كنت زبون اساسي عندنا علشان كده مش عارف عملك ازاي فالمهم بعد الشغل بيروح يقعد مع هطارو وبتطمن ان علاقته مع المدير بقت كويسة ولما الباص بتاعها بييجي بيقول لها عاوزك تعادي معايا شوية وفعلا بتاعدي فيه ايه يا ابني انت ما بتزهقش انا حرفيا ما شفتش حد زيك ابدا المهمة كالعادة بيقعد يقول لها انا مبسوط وانه بيحبها ولما بتروح صاحبتها بتقلمها في التليفون وبتقول لها ان حبيبها عنده كلب كبير وهي بتخاف فهطارو تاني يوم بتسأل صديقها بما انه عند كلب فبيعزم عليها ان هي تيجي عنده البيت تشوفه وطبعا هنوني بيكون على اخره فبتقول له اسأل صاحبتي لانها عاوزة تتدرب عليهم لانها بتخاف منهم وبتكون خايفة تروح وطبعا بتشكر هنوني ان هو رايح معهم فبيقول لها ولا يهمك وبيقول لها بحس انك بتتجنبي ياو فبتقول له لا عادي اصلا حصل شوية مواقف بنا زمان علشان كده علاقتنا غريبة شوية وبيروحوا عنده البيت وبيطلع مسمي الكلبة هوتارو وصاحبتها بطاعة تسأله انت تعرفت على هوتارو امتى هو الجو ده وصاحبتها بتقول لها اول مرة اعرف ان كان عندك اصحاب شباب فبيقول لها ان طول عمرها كانت شخصية هادية وطبعا هنوني بيكون هايطق من كلامهم ده وبيقول لهم هو احنا مش جايين علشان نلعب الكلبة ولا ايه ولما بيقوموا صاحبتها بتصوت في وش الكلبة وهوتارو بتحاول تهدي صاحبتها وتتعامل مع الكلبة قدامها وفعلا بما ان اسمهم واحد بتتخيل ان الكلبة هي صاحبتها وبتحط ايدها عليها ومش بيحصل حاجة وبييجي ياه ويحط الكلبة على رجل هانوني علشان يلعب معاه هو كمان وشوية وبيخرجه علشان يمشوا الكلبة وصاحبتها بتكون مبسوطة وبتشكر هوتارو ان هي ساعدتها في الموضوع ده وياه بيقول للهانوني انا مش عارف ليه هوتارو بتكرهني هي ما قلتلكش حاجة عليا فبيقول له لا ما عرفش حاجة وياه بيقول له انا حاسس ان انا سمعت اسمك ده قبل كده فهانوني بيقول له لا ما تقبلناش قبل كده وبعد شوية بتمشي هوتارو مع هانوني وبتكون فرحانة على اللي عملته علشان صاحبتها وبتقول له ان هي لازم تشكر ياه فبيقول لها انا حاسس بالغيرة مفيش صاحبة بتعمل كل ده علشان تفرح صاحبتها كده فبتقول له بس ده العازي بتعنا وهي كمان ساعدتني وانا ما كانش عندي اي اصدقاء في الاعدادي علشان اللي حصل معايا في الابتدائي وعلى طول كنت انسانة وحيدة بس كيو جد لي وقتها وانا كنت خايفة في الاول بس بعد كده غيرتني واستحملت كابتي وعلى طول كانت بتعود معايا وكمان هي اللي علمتني الحب وفعلا لو لو جدها معايا ما اعتقدش ان كنت ممكن احب علشان كده انا مبسوطة ان انا قدرت ساعدها حتى لو بحاجة بسيطة النهاردة فهانوني بيعرف ان كيو هي اكتر واحدة ساعدت هطارو في اوقاتها الصعبة فطبعا ما بيقدرش يتكلم ولا كلمة تانية اما بقى ياو فبيقول ما شفتش هطارو بتتحك كده من زمان وبيكون قاعد يتفرج على البوم التخرج بتاعهم وفجأة بيلاقي حاجة وبيتصدم فيترى ياو شاف ايه اللي متوقع ياو شاف ايه تقول لنا بسرعة في الكومنتات